نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر في إطار الفعاليات التي تنظمها التنصيقية بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني ناقش الصالون تاريخ العمل النقابي المصرية وأدرار تسييس العمل النقابي وكيفية خلق كوادر نقابية تهدف لخدمة النقابة وأعضائها وكذلك كيفية تفعيل النقابات بالشكل الأمثل ومدى الحاجة لتشريعات جديدة للعمل على تحسين بيئة العمل النقابية في مصر النقيب بمجلس إدارته الهدف الأساسي أن يقفوا بجوار أعضائهم يقدموا خدمات عديدة وأنشطة عديدة لتطوير المهنة يعني أنا هديك مثال بالنسبة لنقابة التمريد في الحقيقة هو رؤية النقابة والدفاع الواعي عن حقوق التمريد إحنا يمكن لنا شقين لأننا نعمل في مجال الصحة نعمل بنراعي الأعضاء وفي نفس الوقت المجتمع ومطلق الخدمة فالأهداف من إنشاء نقابة التمريد هو الوقوف بجانب الأعضاء تطويرهم إحنا بنقوم في الحقيقة بتدريب مستمر بتحسين أحوالهم طبعا ما ننساش جزء مهم جدا وهو تحسين أحوالهم المالية النقابة من دورها الأصيل وهي أحد منظمات المجتمع المدني الراعية والداعمة لفئة معينة وهي الفئة المهنية اللي بتنضم إلى النقابة للحفاظ والارتقاء بالمهنة بالتدريب المستمر بتقديم بعض الخدمات الاجتماعية وبعد الدعم الاقتصادي عن طريق بعض الخدمات الصحة وهكذا كذا لو أنا أسمتها وبدأت أدخل السياسة إذن أنا هيبقى عندي هنا أعضاء جوه النقابة منتمعين إلى حزب سين وأعضاء منتمعين إلى حزب صاد الحقيقة طبيعة الأمور أن فعلا الأعضاء ببقى منتمعين لأحزاب مختلفة لكن لو أنا بدأت أسييس ودخل بقى مجالس تبقى رفع شعار هذا الحزب وأعضاء في المجلس الإدارة رفعين شعار الحزب الآخر إذن إحنا هنا خرجنا عن الإطار القانوني والاجتماعي اللي خلقت من أجل النقابة ليه؟ لأننا لو عملت كده في النقابة تبقى إيه الفرق بين النقابة والحزب؟ السياسة تبقى للقانون والدستور تمارس عن طريق الأحزاب فيه قوانين منظمة للعمل السياسي في مصر وتتفق مع الدستور والجميع علي أن نحترم ودي سياسة القانون لما أنا أكسر ده وأدخل جوه النقابة وأبدأ أشتغل بطيارات سياسية يبقى أنا بعيد الكرة تاني أن أنا برجع النقابات للخلفات اللي قد تؤدي إلى انهيار النقابات تقريبا النقابات كلها بنفس القوانين نفس الضوابط وما إلى ذلك فأنا يعني كان فيه مقترحات كتير طبعا مطروحة لكن يجب أن يبقى فيه ربط بقى من النقابات المهنية يعني فيه حاجات أصلا خطوط واضحة كده كل النقابات مشتركة فيها فليه ما نعملش اتحاد النقابات المهنية يبقى فيه مثلا قانون موحد للاشتراكات رسوم الاشتراك بيزيد بنسبة معينة إجراءات القايد بتبقى موحدة طبقا لكل طبعا النقابة يعني تبقى حاجة موحدة وبعدين كل النقابة تضع بقى اللواية الداخلية المناسبة للمهنة نفسها ترجمة نانسي قنقر